تربص الخضر استعداداً لمواجهة رسمية ضد تانزانيا وأخرى ودية أمام أسود التيرانجا كشف مرة أخرى عن التسيير العشوائي لشؤون الكرة الجزائرية بداية من إلغاء الندوة الصحفية المبرمجة للناخب الوطني جمال بالماضي وصولاً إلى الحالة المتدهورة لمركز سيدي موسى بالإضافة إلى الجدل الذي تسبب فيه قرار التنقل إلى تونس لإجراء التربص قبل أن ينتهي به المطاف في مدينة الجسور المعلقة قسنطينة جمال بالماضي كان غاضباً للغاية من وضعية ملاعب سيدي موسى عند قدومه حيث كانت في وضعية كارثية ولا يمكن لأي مدرب أن يبرمج تدريبات على أرضيات مشابهة اضطر إلى برمجة التربص في تبرقاء وذلك بسبب أنه كان قد أرسل مدرب المساعد مدرب الحراس عزيز بوراس إلى مدينة عنابة لمعاينة ملاعب التدريب هناك أي حيث صدمه هو الآخر بملاعب التدريب كانت في حالة سيئة ومهترئة اضطر ناخب الوطني هناك لاتخاذ قرار نقل التربص إلى تبرقاء وهذا دون أن يكون على علم بأن قسنطينة جاهزة وبإمكانها أن تحتضينا التربص الإهمال الذي يطال منشآت رياضية صرفت لتشييدها أموال طائلة لا يجب أن يمر مرور الكرام في مرحلة حاسمة تنافس فيها الجزائر على استضافة الكان وسط حرب الكواليس في الأخير يجب محسبة كل من لم يقم بعمله خاصة وأن أرضية سيدي موسى كانت في وضعية كاريثية وهما يؤكد بأن الجامع كان في عطلة شهر كيف لنا أن نستعد وأن نحضر للفوز بشرف تنظيم نهائية كاس أم أفريقا ونحن أبسط الأشياء لنقوم بها وهي الحفاظ وصيانة أرضية ميدان وبين سوء التفاهم حول مكان إجراء التربص وضرورة ضمان ظروف مريحة للتحضير الحسن لقادم المواعد تغليب مصلحة الوطن والمنتخب فوق كل اعتبار لوضع المحاربين على السكة الصحيحة للوصول إلى كانيكو ديفوار في أحسن الأحوال ترجمة نانسي قنقر